السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة نوتلا وفانيلا في الفيديو ده مع بعض هنتعلم ازاي نعمل بسكوت الزبدة بطريقة سهلة جدا جدا بمكونات بسيطة هنعمله في البيت بكل سهولة ويطلع معينا ناجح زي ما انتم شايفين كده شكله حلوة جدا ولونه كمان حلوة قوي بس الاول بفكركم لو لسه اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل الفيديوات الجديدة وكمان ما تنسوش تنزلوا وتعملوا لها كل الفيديو ده ويلا مع بعض علشان نشوف مقدير البسكوت اول حاجة هنحتاجها خمسمية جرام من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة يعني ما نكونش مطلعانها من التلاجة على طول ونستخدمها لازم نسيبها تهدى خالص حوالي اربع ساعات كمان هنحتاج متين وخمسين جرام من السكر البدرة المتين وخمسين جرام دول هيعدلوا بالكوبية كوبية من اللي هي المج دي وعليهم معلقة كبيرة من السكر البدرة هنبتدي بقى ان احنا نجيب مضرب الكهرباء او ممكن نستخدم العجان اي حاجة وهنبتدي نضرب السكر والزبدة علشان يتضربوا كده مع بعض السكر يدوب خالص والزبدة كمان اللون بتاعها هيفتحها خالص. بأكد عليكم ان الزبدة والبيل تحديدا يكونوا بدرجة حرارة الغرفة يعني ما فيش اي حاجة فيهم تكون ساقعة. هيطلعوا معينا بالشكل ده شايفين? الزبدة لونها فتح خالص. بقية المقادير بقى بتاعتنا هنحتاج اربع بدات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة زي ما قلتلكم. كمان هنضيف عليهم تلت كاس من الفانيليا. نحاول نتأكد ان ما فيش اي ريحة زفورة في البيت. لو في اي ريحة زفورة بنزود الفانيليا. ونبتدي نضيف واحدة واحدة كده بالتدريج ونضرب لحد ما تختفي اللون بتاع الزفور يختفي والبيوت يتضرب معنا. كمان في الوصفة دي مش هنضيف بيكنج بودر علشان كمية البيت اللي عندنا كافية ان هي ترفع البسكوت. يعني مش هنحتاج ان احنا نضيف بيكنج بودر على البسكوت بتاعه. زي ما قلتلكم هنضيف البيت كده بالتدريج واحدة واحدة. بس اهم حيا نتأكد ان هو اختفي خالص ما بقاش موجود. هيتلعوا معينا في الاخر بالشكل ده بعد ما ضيفنا البيت كله. هنجيب بقى المكونات الجفة علشان نضيفها. هنا دول خمسمائة جرام من الدقيق عليهم زرة ملح. وكمان هنضيف عليهم معلقة كبيرة من الحليب البودرة او اللبن البودرة. بس مش هي دي كل المقادير. هنحتاج كمان تلتمائة جرام من الدقيق يعني التوتل بتاعنا تمنمائة جرام من الدقيق. وعليهم زرة ملح ومعلقة كبيرة من الحليب البودرة. بس احنا هنضيف الدقيق بالتدريق علشان العجين ما يكلكعش معينا. احنا هنا ضيفنا في الاول خمسمائة جرام. يعني نص كيلو. هنبتدي بقى نلم العجينة كده من تحت الفوق. احنا مش بنعجن البسكوت علشان لو عجلنا البسكوت جامد هيحجر معينا وكمان مش هيطلع بنفس الشكل اللي احنا عايزينه. هنبتدي بقى ان احنا نقلب بس المكونات لحد اما تضيق لونه يختفي خالص. زي ما انتم شايفين كده مش هنمسك ونعجن. دلوقتي بقى هنبتدي نضيف التلتمية جرام اللي نقصين معينا. ما ضيفنا همش مرة واحدة علشان الدقيق ما يكلكعش معينا في العجين. واحنا بقى بنعجن في المرحلة دي او احنا بنلف العجين في المرحلة دي. هنبتدي نحس ان العجينة تقلت معينا. هو ده المطلوب ان العجينة ما تكونش سايبة خالص. لو حستينا ان هي سايبة نضيف معلقة من الدقيق. معلقة معلقة. بس ان شاء الله المقديس دي هتكون مظبوطة. بصوا هنا العجين تقل معي خالص. هيبقى بس بيلزق في الايد مش مشكلة. بس كده مظبوط جدا. وتقل خالص. هنبتدي بقى نجيب كيس الحلواني يكون متين شوية. وكمان هنجيب الامعة بتاع تشكيل البسكوت. ويكون عندنا صنية دهننها بالزبدة. هنبتدي بقى ان احنا نشكل البسكوت كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده. كمان تقدروا تحددوا الطول والحجم زي ما انتو عايزين. مهم جدا كمان ان احنا نسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية. نضغط كويس. علشان يطلع لنا كمية من العجين كويسة. ما يكونش البسكوت رفيع معينا. بالنسبة بقى للتسوية. احنا هنشغل الفرن على درجة حرارة متين. قبل التسوية بتلت ساعة. يعني قبل ما ندخل الصنية بتاعتنا بتلت ساعة هنشغل الفرن على درجة حرارة متين. درجة عالية. وبعد اما يعدي تلت ساعة هنبتدي نحط الصنية بتاعتنا. ونسيبها خمس دقيق بالزبط في درجة حرارة متين. وبعد كده هنبتدي نوطي الفرن خالص نخليه على اقل درجة عندنا اللي هي مية وعشرين او مية وتلاتين. هيوقت حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على درجة حرارة مية وتلاتين. وبرضو نبتدي نبص عليه من وقت للتاني يعني من بعد اما يعدي ربع ساعة نبتدي نبص عليه هيطلع معينا بالشكل اللي انتو شايفينه ده حلو جدا جدا واخد لون حلو احنا ما فتحناش عليه الشوية خالص هو اخد اللون ده من الفرن احنا بنحطه في الرف اللي في النص نخلي بنى ونبص عليه من وقت للتاني علشان ما يتحرقش وكمان عملنا الشكل ده تقدروا تعملوا الشكل اللي انتو بتحبوه والشكل اللي يريحكم وبس كده متمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكونوا استفدتم من الفيديو واشوفكم في فيديوهات تانية بواصفات احلى واحلى